موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من موقع تركيا بوست التي نشرت مقالة لخير الدين كرمان بعنوان الجيش الذي سيحمل أمة العربية حيث يتحدث الكاتب عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة شرم الشيخ المصرية واتفاقهم على مشروع قرار يقضي بإنشاء جيش عربي موحد وأشار الكاتب بأن وظيفة هذا الجيش سيقوم بالتدخل الفوري في حال حدوث أي تهديد لأمن الأمة العربية أو إحدى الدول وسيقوم بتدخل فوري لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وسيدعم حماية السلام ويحفظ أمن المدنيين وسيؤمن تبادل المعلومات بين الدول العربية وبعد أن نخبركم أن من قام بهذا التصريح باسم القمة هو السيسي الذي انقلب على الديمقراطية أريد أن أشارككم مخاوفي يتحدثون عن حدوث خطر يهدد الأمة العربية أو إحدى الدول ترى أين كان هؤلاء العرب من قبل في فلسطين منذ سنوات طويلة وفي العراق وسوريا وليبيا في زمن قريب وهل وضعوا هذه الدول في أهداف الجيش الموحد ألا ينبغي التحرك الإجباري لمواجهة السيسي الذي وصل إلى الحكم عن طريق الانقلاب على الرئيس المنتخب فقد قام السيسي بقتل الآلاف من الأبرياء وسجن الآلاف وعذبهم وما زال يفعل هذا وهناك أمر آخر من ضمن وظائف هذا الجيش الموحد وهو التدخل لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ودعم حماية السلام الإرهابيون في نظر السيسي والأسد هم الإخوان المسلمين ويرى الأسد المتظاهرين الذين كانوا سلميين واضطروا الآن لدفاع عن أنفسهم إرهابيين وترى الأنظمة الدكتاتورية أن الإرهابيين هم من يطالبون بالحرية والحقوق والديمقراطية وينبغي قتلهم فورا لدي فضول لأن أعرف ما هو تعريف الإرهابيين بالنسبة للجيش الموحد للأسف أشم هذه الرائحة سيئة لقد قامت أمريكا وحلفاؤها بخنق الربيع العربي قبل ولادته ولكن هذه القضية لم تنتهي الحل الوحيد للتخلص من مخاوفه وأن يعرف الجيش الموحد مفهوم الإرهاب ويصارح أنه سيحترم حقوق وحريات الإنسان وسيعاد الأنظمة الإنقلابية ولكن هل من الممكن أن يفعل هذا؟ كلا لأن الاجتماع نعقد في مصر ومفتتحه هو السيسي الانقلابي الظالم لقد كون هذا الجيش الموحد لإيقاف الزحف الإيراني على البلاد العربية لكن أهداف الجيش تخدم مصالح إيران وطالما تجه إلى أهداف تخدم مصالح العدو فإن الشيء الوحيد الذي سيفعله الجيش الموحد والجيوش المفرقة هو زيادة سفك دماء المسلمين وزيادة الظلم وإضاعة ثروات العالم الإسلامي ونبقى في الصحافة التركية أيضا حيث نشرت صحيفة تركيا التركية نشرت تحت عنوان البحر الأبيض المتوسط مقبرة المهاجرين حيث تنقل الصحيفة نبأ وفاة ما يقارب الألف شخص غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم اللجوة إلى أوروبا مشيرة إلى غرق أكثر من سبعمائة لاجئ أول أمس كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع لبحث الموضوع تلفت الصحيفة الأنظار إلى كارثة بحرية أخرى أدت إلى غرق ثلاثمائة لاجئ آخر قبل عقد الاجتماع من جهتها أعلنت وكالة غوث اللاجئين التابع للأمم المتحدة غرق ما يقارب الألف شخص بينما نجح خمسة وثلاثون منهم باللجوء إلى أوروبا مشيرة إلى إنقاذ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة من الغرق في الفترة بين العاشر والسابع عشر من إبريل الجاري فقط صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لمصطفى فحص تحت عنوان لا تلوم فلاديمير بوتين اعتبر فيه أنه من المنطق ألا تختلف الأهمير استراتيجية لسواحل اليمن عن سواحل سوريا بالنسبة للقيادة الروسية الجاهدة للعودة إلى الصاحة الدولية واسترجاع نفوذها في المياه الدافئة بعد غياب استمر أكثر من خمسة وعشرين سنة مبينا أن الأزمة السورية التي أنعشت الذاكرة السوفيتية توقع لها الكثيرون بأن تتأثر وتؤثر في الأزمة اليمنية وتندفع إلى التعبير عن رغبتها في العودة إلى عدن عاصمة اليمن الجنوبي حالفها السابقة وذلك بناء على تقاطع مصالحها مع طهران رعية الانقلاب التابع للحوثي وصالح التي بمقدورها أن تؤمن لموسكو موطئ قدم مطلا على مضيق باب المندب وخليج عدن يوازي بأهميته الاستراتيجية قاعدة ترطوس البحرية في سوريا وهي آخر وجود روسي عسكري على سواحل البحر المتوسط ولفت الكاتب إلى أن موسكو لم تخرج عن الإجماع الدولي بشأن اليمن وتعاملت مع ما يجري بواقعية سياسية تختلف عن تعاملها مع الأزمة السورية طوال أربع سنوات حيث كانت الأمم المتحدة الساحة التي عطلت فيها موسكو كل المحاولات الدولية من أجل إدانة نظام الأسد موضحا أن هذا التعطيل الروسي لم يكن وليد رغبة الكريملين السير عكس التيار أو مواجهة العالم بل إن موسكو استغلت منذ اللحظة الأولى تردد المجتمع الدولي في الحصب في سوريا وعدم الوضوح في موقف إدارة البيت الأبيض من الأسد واكتفاء باراك أوباما بالأقوال دون الأفعال وخلص الكاتب إلى أن الموقف الروسي في سوريا مرده إلى غياب الحزم الدولي وغياب باراك أوباما فلا تلوم فلاديمير بوتين فقط الذي استغل الفرصة وملأ الفراغ بما يناسب مصالحه موسيقى وبالانتقال إلى الصحافة الأردنية نطالع في صحيفة الغد مقالة لمحمد أبو رمان تحت عنوان الأردن وقواعد اللعبة السورية اعتبر فيه أن البيان الذي أصدرته فصائل الجبهة الجنوبية المعتدلة مؤخرا ضد التعاون مع جبهة النصر في المناطق الجنوبية السورية يمثل خطوة جديدة من الخطوات التي تأتي بتنسيق دولي وعربي من أجل تحجيم دور جبهة النصر في المنطقة الجنوبية في سوريا بعدما بدأت الدول العربية وحلفاؤها الغربيون يشعرون بقلق شديد من تمدد التنظيم في الأوينة الأخيرة في تلك المنطقة ولفت الكاتب إلى أن قواعد اللعبة تغيرت من قبل قرابة عام عندما قامت النصر باعتقال أحمد النعمة أحد أبرز قادة الجيش الحر ورجل المحور العربي المحافظ في سوريا ثم انتقلت جبهة النصر إلى الجنوب بعدما خسرت نفوذها في المنطقة الشرقية دير الزور أمام تنظيم داعش فأصبحت المنطقة الجنوبية بمثابة عاصمة الجبهة قبل أن تتمكن من تحقيق اختراق كبير مؤخرا في الشمال الغربي إدلم وتتمدد في تلك المنطقة ورأى الكاتب أن هناك نجاحا في الحرب الباردة على النصر في الجنوب مشيرا إلى أن الرهانات تبدو أكثر اضطرابا في حال تحولت إلى حرب ساخنة وجودية فيما إذا كانت الجبهة الجنوبية التي تتشكل من عشرات الألاف من المقاتلين أكثر من خمسة وثلاثين ألف مقاتل ستصمد عسكريا ولن تتفكك أمام بضعة ألاف من مقاتل النصر ونقرأ في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لأمين قمورية بعنوان بين اليمن وسوريا تطرق فيه إلى التشابه الكبير بين الحالتين السورية واليمنية معتبرا أن الأزمة واحدة اقتتال داخلي مفتوح على خلفية سياسية ومذهبية تحولت ساحة لصراعات الآخرين ولفت الكاتب إلى أن الأزمة في كلا البلدين جذرها داخلي ولكن سرعان ما صارت الدولتان ساحتين لصراع خارجي يمتزج فيه الإقليمي والدولي وبعد أن أشار أن الصدر في الاهتمامات الإيرانية هي سوريا وأن خسارتها هناك تعني أن ما جنته من انتشار في سنوات تصدير الثورة صار في مرمى النيران رأي الكاتب أن انكسارها هناك هو انكسار لدورها المتعاظم في الإقليم من العراق إلى لبنان مبينا أن الحضور الإيراني في اليمن هيستهدف حماية أقلية طائفية أو التمركز على باب المندب بقدر ما يستهدف المناكفة الاستراتيجية للرياض ومشاغلتها عند حدودها لإلهائها عما يدين الصراع الأخرى في سوريا والعراق ولبنان أو إلى مقايضة إذا حلت ساعة التسويات وخلص الكاتب لأن طريق الجمر الذي تسير عليه سوريا منذ سنوات والذي سلكه اليمن حديثا مرشح لأن يطول وفي حال حصول مفاجأة تسمح بانتصار طرف إقليمي على الآخر أو بتسوية بين الطرفين فسيكون انتصارا على الشعبين السوري واليمني أو تصفي لسيادتهما لأن حصتهما في أي منهما ستكون صفرا موقع زمان وصل نشر مقالا لفاضل الحمصي بعنوان نبوآت وأساطير وروايات لتفسير الثورة السورية يشير الكاتب إلى أن الشعب السوري يعتبر بجميع أديانه وطوائفه شعبا متدينا يتناقل السوريون حديثا معروفا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن معركة دابق التي تجري في آخر الزمان بين المسلمين وأعدائهم وتكون الغلب فيها للمسلمين الحديث صحيح وفق الشرع الإسلامي ولا يشك أحد من المسلمين بحطمية حدوثه لكنه غير محدد الزمان وقد استفاد تنظيم الدولة الإسلامية الداعش منه ورواجوا على أنهم الفئة المذكورة في الحديث والتي ستحقق النصر وتعيد أمجاد الأمة وقد تأثر الكثير من الشبان بهذه الرواية وهذه التفسيرات وبدأوا بالالتحاق في صفوف التنظيم ليكونوا من من يحقق ذلك الانتصار وفي الطرف الآخر المتطرفون من الطوائف الأخرى المساندة للنظام لهم رواياتهم أيضا وقد رواجوا لرواية مذكورة في كتب علماء الشيعة عن خراب دمشق الذي يعتبر مقدمة لظهور الإمام المهدي حتى نظم أناشيد بهذا الخصوص منها أنشودة يقول صاحبها قدح من درع الشرر وخصم مهدينا ظهر من حرستة ننتظر أول علامة حيث يعتبر خراب دمشق بدءا من حرستة هو الدليل الأكبر على ظهور مهديهم المنتظر رواية أخرى تنتشر كثيرا في صفوف السوريين نبوءة أشعية والتي تقول إن الكتاب المقدس عند الهود تنبأ بدمار دمشق وتحولها إلى ركام تقول النبوءة ها إن دمشق تزال من بين المدن فتكون ركاما من الأنقاض للنبي أشعية ويؤثر هذا الموضوع غربيون مصنفون على أنهم أصوليون مؤكدين أن النبوءة تتحقق لهم وإن كانت هذه الروايات معروفة المصدر وجرى اللعب على التفسير فإن أمورا أخرى يتم تداولها لا يعرف مصدرها وتندرج تحت إطار الأساطير فالسوريون مثلا يتناقلون منذ عشرات السنين ومنذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة رواية تقول إن العلويين يصلون إلى الحكم ويحكمون لأربعين سنة وعند انطلاق الثورة ازداد اقتناع الناس بانتصارها القريب نتيجة تفسير هذه الرواية فحافظ الأسد وصل إلى الحكم رسميا يوم الثاني عشر من آذار الف وتسعمائة واحد وسبعين والثورة انطلقت رسميا يوم الخامس عشر من آذار الفين وحد عشر لكن الأحداث أثبتت خطأ هذا الأمر واستمر الأسد في الحكم حتى الآن ومن الروايات المنتشرة أيضا أن حكم العلويين لسوريا ينتهي بعد معركة فاصلة تقع في ريف حمزة الشمالي بالقرب من مدينة تلبيسة ومؤخرا بدأ تنظيم الدولة بإلاء تلك المنطقة أهمية كبيرة وبايعه هناك أكثر من ألفين مقاتل ويقول أحد المقاتلين الذين بايعوا تنظيم حديثا ستكون هنا نهاية الأسد وأعوانه ونعرف هذا الكلام منذ كنا صغارا وسأكون من الجنود الذين ينهون هذا النظام الظالم تنتشر هذه الروايات بين سوريين ولا يكاد يخلو حديث عن الثورة والظروف التي تعيشها البلاد من النقاش في هذه الأمور والتي باتت واضحا أنه ليس الشعب وحده من يهتم بها بل بعض القياديين أيضا جريدة الكتائب نشرت افتتاحية بعنوان الوحدة هي الأساس حيث تشير الافتتاحية بأنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة السورية كانت الشعارات التي أطلقها الشعب السوري هي الممثل الحقيقي له والاستراتيجيته التي يأمل بها أن تكون السببا في تحرير سوريا من النظام هذه الشعارات التي تمثلت بجملة الشعب السوري واحد كانت صالحة لكل مرحلة ولكل زمان ومكان وجدت به الثورة السورية وهذا ما أثبتته الأيام على الرغم من المتحدد المراحل وابتعاد الفصائل الثورية عن تلك الحالة التي وجدت في اللحظات الأولى وأنتجت هذه الجملة لأسباب كثيرة ومن الأسباب أنه لا يمكن أن تبقى قواعد على ما هي عليه لكن الأيام أثبتت عكس ذلك تماما فكلما عمل الثوار على أساسيات المرحلة الأولى تبين أن التقدم في الثورة تكون له نتائج أكبر وأسرع وأهم وعلى كافة الصعود والمستويات آخر الأدلة على هذا هو النموذج الإدليبي الذي قلب المفاهيم الحالية رأسا على عقب فبالعمل على الطريقة التي تنتهج الثابتة الثورية المسلم بها وهي التوحد نجد أن النتيجة هي من تتكلم لكن على الرغم من ذلك ما زالت الخلافات تسود الأجواء الثورية بكل شكل وبكل شيء على الرغم من معرفة الجميع أن لا حل إلا بالاتحاد وعلى الرغم من المطالبة الشعبية بهذا الموضوع وعلى الرغم من أن الجميع يعرف أن لا إسقاط للنظام إن بقيت الأمور على هذه الشاكلة فالحل بما قام لأجله الشعب وبخيوطه ننسج حكاية الحرية لا بخيوط مصدرها ومصدرة ومستعارة وربما تارفة لا تنفع إلا لنسج تعقيدات الخلافات الصغيرة التي لا حل لها أبدا ونشرت صحيفة تليغراف مقالا بعنوان تناول وجبة خفيفة من الطعام ليلا قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وقالت الصحيفة إن تناول وجبة دسمة من الطعام خلال الليل قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والسكري لدى النساء وتوصل علماء في دراسة أجريت بجامعة كاليفورنيا بمشاركة أكثر من ألفين امرأة إلى أن الامتناع عن تناول الطعام أثناء الليل ضروري للتمتع بصحة أفضل كما أن النساء التي يتناولن وجبات خفيفة من الطعام في ساعات الليل الأولى يخاطرن بإمكانية إصابتهن بهذه الأمراض وأوضحت الصحيفة أن تناول وجبات بأوقات محددة خلال النهار والعمل على جعل المدة الزمنية بين تناول العشاء والإفطار طويلة يعمل على تعديل نسبة سكر في الدم والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض ويقول الباحثون إن كل ثلاث ساعات زيادة من الامتناع عن الأكل ليلا تقلل نسبة إصابة النساء بارتفاع ضغط الدم الذي يعد من أحد العوامل المسببة لصرطان الثدي ومرض السكري ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية للصرطان وعلم الأوبئة والوقاية منه بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة